أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة تسخير جميع الإمكانات من أجل سرعة إقامة مشروعات الهايدروجين الأخضر التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية كبيرة كما أنها تعد بوابة جديدة لجزب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي مع وزير الكهرباء محمد شاكر ووزير البترول طارق الملة وشهد الاجتماع متابعة خطة الربط الكهربائي مع عدد من الدول المجاورة فضلا عن استعراض خطة لترشيد استهلاك الكهرباء في ظل أزمة الغاز عالميا وجهود الحكومة لتصدير الفائد لديها